اشتركوا في القناة من برج السرطان لبرج الأسد هو الآن موجود القمر في منزلة الشرطين في برج الحمل وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها جيدة لعلاج الأسنان، العمليات الصغرى، تقليم الأظافر وحلاقة الشعر أو إزالة الشعر في تمام ساعة عشر واثنان وعشرين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء القمر رح ينتقل لمنزلة البطين منزلة البطين هي منزلة جيدة لتهادية النقوس والصلاح والصلاح والبدء بكل شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الحمل معناته في هذه الفترة جميع الأبراج بيشعروا بطاقة كبيرة للعمل ويكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ونلاحظ أيضاً في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها لأنه نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود الخمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية اليوم 19-7 طبعاً تدفعنا الكآبة والهم والشعور بالدم وبرضو بتزيد من عنادتنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا واللي عندهم مشاكل بالقلب بدهم ينتبهوا بشكل كبير لأنه هاي زاوية تضغط على الأعصاب والقلب بتسبب أزمات قلبية أو طبعاً بسبب العصبية أو حوادث عن طريق النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 21-7 هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدس أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وبرضو تأثيراتها لغاية اليوم وبتنتهي فهي اللي بتعطينا شعور بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 23-7 هي اللي بتعزز التسلط عند البعض ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين وبرضو هاي إلها تأثيرات دولية تأثيراتها إنه في الأماكن المحتدمة أو الأماكن اللي فيها بعض المشاكل ممكن إنها تور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم راح تتشكل وهي زاوية اقتيران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها راح تكون الساعة 2.34 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها لغاية ساعات العصر تقريباً بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للحدث اللي حكينا عنه اللي هو انتقال عطارد إلى برج الأسد راح ينتقل عطارد من برج السرطان لبرج الأسد في تمام الساعة 12.34 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيتش ورح يمكث بحركة أمامية في برج الأسد حتى تمام الساعة 6.57 دقيقة من صباح يوم 4.8 بعدها بانتقل للعذراء فخلال هاي الفترة اللي هي ما بين 19.7 و 4.8 بيشعر موليد برج الأسد بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات وبتبرز لديهم قوة إقناع الغير بوجهة نظرهم وبيستفيد معهم كمان الأشخاص اللي من الأبراج النارية الأخرى مثل الحمل والقاوس والأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو يعني هم أكثر الأبراج المستفيدة كل الأبراج رح تستفيد ولكن أم الأكثر وكل شخص تواجد لديه عطارد ساعة ولاته في برج الأسد طيب اللي بنولده وعطارد أساساً بيكون موجود في برج الأسد هذولا أشخاص ما بيتسرعوا باتخاذ قراراتهم يعني بالعكس هذولا بيدرسوا بيقيموا كل خطوة من خطواتهم حتى يتأكدوا من صحة قرارهم بعد اتخاذهم للقرار بيصعب جدا أنك تثنيهم عن هذا القرار خلص بيكون هو درس حدد قرر وبيقدم بدون تراجع وبكون عنده هذا القرار نهائي وما في أي رجعة بالنسبة إلى عطارد بما أنه رح يكون بالأسد فهو عادة لما بيكون في برج الأسد بيكون طاقته إيجابية بالكامل ولكن هاي المرة لأنه رح يتواجد في برج الأسد ورح يشكل زوايا تربيع مع الكواكب العنيفة اللي موجودة في برج الثور اللي هو زي أورانوس برضو عنا المريخ فهونا بيصير عنا أغلب الوقت لا إله بيكون هو منتحس فعشان هيك لازم نعطي تحذيرات أثناء انتحاسة عطارد بوجوده ببرج الأسد عشان يعني تعرف الإيجابيات إيش هي وتعرف التحذيرات برضو إيش هي برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيمارسوا نشاطات أدبية طاقتهم عالية جدا قدرتهم على الإقناع ممتازة تواصلهم مع أحباهم بيكون ممتع جدا وبرضو بيحثوا أولادهم على الدراسة والمطالعة نشاط عالي جدا ولكن في بعض الأوقات بيصير عندهم محاولة فرد سيطرتهم على الأحباء أو ممكن يتكلموا بكلام بأوقات معينة ينفهموا من أو أحبائهم يفهموهم بطريق الخطأ فبدأك تكون حذر بتصرفاتك في فترة انتحاسة عطارد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنصب أفكارهم حول شؤونهم الحقارية والبيتية والعائلية من تصليحات وترميمات أو استئجار بيت أو ترحيل أو حتى تجارة وبرضو في لهم نشاطات عائلية كمناسبات اجتماعات لقاءات في بعض الأوقات ممكن ينشب خلاف أو نقاش حد بينك وبين أفراد العائلة حاولوا قدر الإمكان إنه ما تتسرعوا بكلامكم وكون يعني موضوعي بالكلام واضبط عصابك عشان ما تنفعل في بعض الأحداث اللي بكون عليها علامة استفهام إلها علاقة بالعائلة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم وطالعتهم وممارسة هواية وبعض موليد برج الجوزاء ممكن يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية ولكن في فترة انتحاسة عطارد بدهم ينتبهوا ما يعتمدوا كثيرا على الحضوض وما يتسرعوا بالإجابات يعني بدوا يدرس إجاباته إذا كان عندهم امتحانات بدوا يدرسها بشكل جيد بدون سرعة بالإجابة هذا واحد اثنين ممكن أثناء قيادة السيارة تتهور أو تنشط زيادة عن اللزوم وهذا الشيء ممكن يسبب لك مشاكل أو بعض الإصابات برج السرطان بتنصب أفكارهم موليد برج السرطان حول أفضل السبل لكسب المال ولكن يعني رغم قدرتك على التحرك بالاستفادة المالية من عمل إضافي مستردات، هبات، دعم الأمور اللي ممكن تحصلها من خلال أعمال إلا أنه في لحظات تفقد السيطرة على نفسك بإسراف الفلوس دون حساب وهذا الشيء ممكن يضغطك مالياً أو يسبب لك بعض المشاكل بإلتزاماتك المادية مثل فواتير أو بعض الديون برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيشعروا بقوة الفكر والإدراك الجيد والقدرة على إقناع الغير بآراءهم سرعة البديهة عندكم عالية نشاط فكري عالي جداً ولكن في لحظات ممكن تتسرع أو تفقد السيطرة على نفسك بعصبية شوي فبدك تضبط أعصابك برج العذرة طبعاً بهاي الفترة بنشطوما بين مستشفيات وسجون وبعض الأمور اللي الحلاقة بالمؤسسات الكبيرة وممكن تحققوا منها مكاسب وبيبدأ اهتمامهم أكثر في الغيبيات بالفترة هاي ولكن حاولوا قدر الإمكان اتحافظوا على طاقاتكم لأنه بالفترة هاي بتندفعوا باتجاه مخالفة القوانين أو العصبية أو المغامرات فحاولوا قدر الإمكان ما تتخذوا برضو قرارات حاسمة برج الميزان بيميلوا موليد برج الميزان لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وبينشطوا اجتماعياً بشكل كبير ما بين مناسبات وما بين بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء يعني مناسبة حفلة تعرف على أصدقاء جدد ولكن بيميلوا في بعض الأوقات اللي هي بانتحاسة وطارد لفرض السيطرة أو السلطة على أصدقائهم أو دخول بنقاشات حد وهذا الشيء رح يسبب لهم إزعج برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتفيدهم أفكارهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبرضو في بحثهم أو اقناعهم إن كان عندهم مثلاً انترفيو أو مقابلة لها عمل جديد بتفيدهم بشكل كبير ولكن نشاطهم بعملهم بدفعهم في بعض الأوقات المنتحسة للمغامرة والمجازفة ومخالفة القوانين فبتكن تحذروا من أي شيء بشوه سمعتكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ينشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد المعاملات اللي العلاقة بالسفر أوراق اتصالات بعيدة وبيستفيد الطلاب الأكاديميون في دراستهم بشكل كبير خصوصا الجامعي اللي بالجامعات فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان إنه إذا كان انتحاسة عطارد في الأيام اللي رح يكون فيها منتحس حاولوا قدر الإمكان تتفقدوا أمتعادكم ما تتهوروا أثناء قيادكم للسيارات على الشوارع المفتوحة وبرضو إذا كان عندكم امتحانات أو مقابلات أو بتناقش رسالة جامعية إنك ما تتسرع بالكلام ما تعتمد كثير على الحضوض برج الجديد بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة وبالمقابل تفتح لهم مجالات ممتازة للمكاسب اللي بتجي من بنك ضريبة تامين مستحقات ميراث مثلا وبيحصلوا أموال بشكل جيد إذا استغلوا الفرص الإيجابية وسعوا لهذا الموضوع إلا إنه في المقابل بتزيد عندهم المصاريف وبرضو ممكن يكفلوا أشخاص يتعبوهم في المستقبل في السداد يعني لا تكفل شخص في قرض معين أو في بنك أو تقرض ديون لأشخاص بهاي الفترة لأنه ممكن في فترة انتحاس عطارد إنك ما تقدر تحصل هاي الأموال برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بيتبادل الآراء والأفكار مع الشركاء لأنه عطارد مقابلهم تماما فهو بعزز من نقاط التلاقي والنقاش بينهم شبين شركاء المال والعاطفة بينهم وبين الأزواج وبرضه بتدفع للمصالحات ولكن في بعض الأوقات اللي بيكون عطارد فيها منتحس ممكن تصير في نقاشات أو مخالفة بالرأي بينك وبين الشركاء إذا ما ضبطت عصابك بشكل جيد فممكن تتفاقم هاي الأمور وتصل لنزاع عائلي كبير أو ما بينك وبين شركاء العمل برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت بتفيدهم أفكارهم مع زملائهم بالعمل وبرضه ممكن ينشطوا بأمور إلها علاقة بالوضع الصحي علاجات أو مراجعة طبية أو إجراء بعض الفحوصات وهي فترة ممتازة لهاي الأمور ولكن بدك تنتبه في فترة انتحاس عطارد إذا كان عندك أعمال بدك تتفقدها وتراجعها بشكل جيد على أساس أنه ممكن أنك تفكر أنه عملك مكتمل ولكن بعد ما تقدم هذا العمل تجد أنه في بعض النقص وأنه مش مكتمل وفي بعض الأخطاء فبدك تراجع أعمالك بشكل جيد قبل تقديمها عشان تحقق مكاسب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية عندنا الرأس والأسنان اللسان العضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هاي الأعضاء الأكثر حساسية واللي اليوم يعني إذا بالإمكان أننا نبعد عن أي شيء العلاقة بها علاج هاي الأمور جراحيا نبعد عنه تماما ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية بالنسبة لهذا اليوم طبعا هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لأن الزهرة شوي منتحسة فعشان هيك منقولك إذا كانت اضطرارية أوكي فأعملها ولكن إذا كان في مجال تأجيلها أو مش اضطرارية خليها لحد ما تصير الزهرة سعيدة بيكون أفضل بالنسبة لإزالة الشعر الزائد طبعا اليوم هذا مناسب جدا لهاي الأمور اللي حابين اللي عندهم غزارة بالشعر والشعر هذا مؤذي وحابين يبطء من الإنبات فهذا يوم ممتاز لإزالة الشعر برضو هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما أنه القمر موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة عشرين سبعة رح يكون في تمام الساعة ثنتين وثمنتاشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر عشرين يوم في تمام ساعة تسعة ودقيقتين مساء بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير اثنين وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة طبعا هي الآن سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية ولكن في ساعة مساء اليوم بتنزل السعادة إلى نسبة ستين في المية القمر في الحمل حتى يوم عشرين سبعة هو الآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ستين في المية وبيكمل طيلة النهار بهذه الدرجة لغاية ساعات المساء بتنزل السعادة إلى نسبة ثلاثين في المية اعتارد في السرطان حتى يوم طبعا بدو ينتقل للأسد ورح يمكت في الأسد لغاية يوم أربعة ثمانية هو الآن هو سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في السرطان لغاية يوم 11 ثمانية هو الآن منتحسة بنسبة خمسة عش في المية في ساعات الضهرة ترتفع نسبة النحوس إلى أربعين في المية المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 25 في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15 في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40 في المية أورانوس في الثور حتى يوم 24 8 سعيد بنسبة 15 في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 12 منتحس بنسبة 15 في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وممكن اليوم تهتموا بمظهركم أو بتغييرات على روتين حياتكم أو على مظهركم مثلا هاي مرحلة تعتبر مرحلة ممتازة جدا للانطلاق في مشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانتو اليوم سباقين ورائدين في حقل اختصاصكم يعني على حسب مجال حياتك أو على حسب شو تخصصك أو ايش بتشتغل اليوم تقدر تستفيد من تحركاتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا كمان هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود بالحمل بيت متاعبكم فبتكو تضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاولوا انكو تعملوا بشكل روتيني اليوم بدون ما تتخذوا قرارات حاسمة مهما كامت الامور بتنخفض وطيرتك بشكل كبير وممكن تتأخر مشاريعك أو حتى يصير لغي لالها في اللحظات اللي انت مش متوقعها فعشان هيك اي عم انت اليوم عاقد النية عليه أو عندك حجز معين ممكن تتفاجأ انه رح يلغى أو رح يصير في سوء تفاهم فعشان هيك بدك تراجع كل امورك بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموريد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل او مناسبة سعيدة او يتوجه لهم دعوة او ينشطوا اجتماعيا حاولوا انكم تكونوا مخلصين لصداقاتكم وابعودكم ممكن تحصدوا تأييد ممتاز خلال هذا اليوم من بعض الاشخاص او الاصدقاء اللي حواليكم او من بعض المسؤولين فعشان هيك حاول انك تكثف ارتباطاتك الاجتماعية اليوم انت بحاجة لتعاون الاخرين معك هاي الفترة فلازم تكون مستعد لكل الامور وبرضو تضبط عصابك اثناء التعامل مع الغير برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا اليوم بيفتح لهم مجال ممتاز جدا وخصوصا للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا باثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شي أنه ما في داعي للإنفعال ولا للعصبي اليوم ولا لمخالفة القوانين هاي فترة شوي بيكون فيها بعض السلبية فيها بعض التوتر أو المتاعب فما في داعي للمخاطرات عشان ما تشوه سمعتك حاول أنك تعالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما عندك وخلي علاقتك بالمسؤولين ممتازة وما تتغيب عن عملك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا علاقتكم اليوم ممتازة جدا بأمور إلها علاقة بالأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو اتصالات بعيدة رح تكون عندك الاتصالات ممتازة جدا وكثيفة برضو في من موليد برج الأسد ممكن يركزوا على أمور إلها علاقة بالسفر أو شيء خارج البلاد هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة وتقدر اليوم تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم أهم شيء ما تهمل واجباتكم ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير وحاول أنك تقدم بجراء وثقة بالنفس عالية لأنه الحظ حليفك هذا النهر برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشارك أو تعويض أو مستردات هبات أو تسترد بعض الحقوق لا إلك أو دعم من شريك أو من شخص يدعمك أو قرض بنكي ضريبة تأمين ميراث يعني من هذا القبيل وبتقدروا تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوطاع وإنتوا بحاجة في خلال الفترة هاي لأعصاب متينة على أساس أنه ضبط الأعصاب هو المطلوب وتعرف تتعامل بحكمة بالأمور المالية أهم شي إنك ما تترك تقول المتاعب إنها تسيطر عليك بخلال هاي الفترة بالعكس بدك تشحن حالك بطاقة قوية جدا وما تتدمر على مسمع من أحد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب بتعاون من طرف ثاني وخصوصا اللهم شركاء زوج زوجي شركاء العمل آه القبيل والتعاون أو حتى وضع بعض الحلول ما بجوز هذا اليوم إثارة المتاعب بدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وبدك تحاذر من الحوادث والأعداء لأنه في هاي الفترة بيصيروا كثر فبرضو انت الحلقة الأضعف أي انفعال أو عصبية رح تنحسب ضدك ما رح تنحسب لا إلك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل ورح تجدوا تعاون من الزملاء اليوم يعني في بعض الأعمار رح تتممها أو بعض الزملاء رح يساعدوك ولكن ابعد عن النقاشات الحادة مع الزملاء نظم جدول غذائك وتفصط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر عندك النشاطات وربما بعضكم يشعر ببعض التعب معه يحتاج لبعض المراجعات الطبية أو عمل فحصات أو حتى الاهتمام بصحته برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة جدا جدا إن كان عاطفيا وإن كان نفسيا وإن كان معنويا ولكن ولكن ممكن يكون فيه نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحبة أنت اليوم نشيط جدا بتميل له للترفيه للتغيير حتى على المستوى قصة شعر أو ثيابك أو تهتم بنفسك أكثر وهاي فترة ممتازلة هاي الأمور ولكن بدك تتجنب أنك تتخذ قرارات مفصلية سلبية حاول أنك أنت تتخذ قطوة مفيدة لأي شيء بالعلاقة بحياتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا اليوم بإدخال تعديل على مسكنكم أو التفاهم أفراد العائلة هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس أو الأفكار أو الوسواس أو القلق أو الشك اللي انت بتعيشها حاول إنك تعمل نوع من أنواع التبادل للزيارات العائلية اليوم أو ممكن يكون عندك هو أساسا في زيارات أو مناسبات عائلية أو اتصالات مهمة لكن في بعض الأوقات ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طار مثل أعطال منزلية أو حدث عائلي أو نقاش حاد عائلي وتكون أنت طرف فيه برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تنشطوه بالسفر والاتصالات بشكل قوي جدا يعني اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة الاتصالات ويمكن تليفونك ما يهدأ منكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشروع معين وهذا الشيء رح يكون لصالحه باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم إذا استغليتم النقاط صح وناقاشتم بموضوعية أهم شيئك ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتمتلك سرعة خاطر ومهارة ملموسة عند قدرة عالية جدا اليوم على الإقناع وسرعة بديها ممتازة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل فرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تسمعوا خبر صار أو يلعب قريب دور مهم بتهتموا بقضية أو شراكة أو عمل وبإمكانكم اليوم تعالجوا الأمور بشكل دقيق وتهتموا للأولويات المالية ورح تجدوا الحلول والتسويات اللي بتناسبكم عشان هيك اتحرك بأي شيء بيتعلق بالمال إن كان تحصيل أموال أو إن كان حلول لبعض الالتزامات والديون فهذه الفترة ممتازة لهذه الأمور هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء